اشتركوا في القناة شهدت له الصفحات والمهرجانات والأضواء في أنحاء المملكة العربية السعودية والخليج العربي والساحات الأدبية في العالم العربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حين يبدأ الطموح في الطفولة ويتبار النبوه مبكرا تبدو همة الصغير كبيرة وتأخذ أصابعه الصغيرة في رسم آمال المستقبل الواعد وهذا ما حدث للشيخ عبدالله بن دريس وهو يحاول الاستفادة من كتب أبيه الشيخ الذي كان يحتفظ بمكتبة في بيته أو كتب أخرى فعاش طفولة واعية كانت في بداية الأولى هي في بلدتي في حرمة وهي إحدى مدن منطقة سدير المعروفة وكان والدي رحمه الله أحد طلبتي العلم على الشيخ عبدالله العنقري شيخ وقاضي منطقة سدير في ذلك الزمان وحيث أنه كان أحد طلبتي الشيخ كان عنده كتب وجدته كتبا وأنا في الكتاب كتاب أبو حمد هذا الكتاب الأول وقد هجوت كما يقولون وهجيت الحروف يعني وأصبحت أقرأ القرآن وأعرف الحروف وجدت الكتب هذه عند الوالد فبدأت أقرأ فيها ثم افتتحت المدرسة المتطورة التي هي وأقول متطورة لأنها أكبر أو أغنى ثقافية من الكتاب وأقل مستوى إلى حد ما في بعض المواد من المدرسة النظامية درست فيها على الشيخ عبدالعزيز بن سليمان والده كان قاضي وهو شيخ حرمة وكلهم آل سليمان هؤلاء من حرمة يعني ولدوا فيها وتوفوا ودفنوا فيها وكانوا أئمة المساجد وكانوا طلبة العلم والدي كان من جملة طلبة العلم كما أشرته آنفا قرأت في هذه الكتب واستفدت منها في الحقيقة استفادها جيدة بعد ما تخرجت من المدرسة طبعا فيه ما يسمى بالزفة الطلبة يزفون أتوني بحصان وأركبوني عليه وخلفي الطلبة يصفقون ويغنون بنشيد نسيت موضوعه حتى وصلنا إلى البيت فقلنا لهم تفضلوا يعني طبعا على المائدة يعني قدت ذبايح ذبحوها تكريما لي ولزمالاء حوالي 150 طالب في المدرسة يعني هذه يسمونها الختمة يعني ختمت من المدرسة وانتهيت منها لم يتوقف الطموح عند تعليمه الأولي في حرمة بل كانت عيناه تتطلع إلى ما هو أعلى من التعليم وهذا قد كان في الرياض ولا بد أن يشد الرحال إليه حيث كبار المشايخ والعلماء أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله وحيث الكليات التي كانت تبشر بالجامعات في حينها قدمت إلى الرياض وأصبحت من طلبة العلم على سماحة شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومكثت في طلب العلم قرابة ثلاث سنوات ولما رأاني ربما مؤهلا لأن أكون مدرسا عينني مدرسا في المدرسة الفيصلية في الرياض ودرس المادتين العلوم الدينية وقواعد اللغة العربية للمرحلة السنتين الخامسة والسادسة ابتدائي لما فتح المعهد العلمي استقلت من التدريس والتحقت بالمعهد طالبا حتى تخرجت من عام ثلاثة وسبعين طبعا الدراسة في الجامعة بدأت في عام ثلاثة وسبعين وثلاثمائة وألف وكان طبعا المنهج كان مكثفا في مواده وكان فيه طبعا بعض المواد فيها صعوبة لكن كان المدرسون على مستوى راقي من العلم وأصول التدريس لما طبعا انتهينا منها أربع سنوات الدراسة في الكلية تخرجنا منها ومنحنا شهادة البكالوريوس في الشريعة واللغة العربية طبعا خيروني بين ثلاث وظائف قالوا لي لأن حصل لي ظرف أثناء ما كنت في الكلية كنت كان الشيخ حمد الجاسر رئيسا للنادي الأدبي التابع للكليات والمعاهد العلمية فصل من عمله وبالتالي فصل من رئاسة النادي فعينت أنا بدلا منه رئيسا للنادي الأدبي في الكليات والمعاهد فطبعا أتوا بعميد لكلية الشريعة لكلية الشريعة واللغة العربية بدلا من أستاذ حمد الجاسر الذي كان عميدا لهما فصار في خلاف بيني وبينه لأنني قلت في السنة الرابعة أنا أريد أن أتخلى عن رئاسة النادي لأتفرغ للدراسة فتسلم مني رئاسة النادي وأرحني فقبل بذلك فانصرف الطلبة الذين كانوا يسهمون في النادي بالقاء الكلمات والقصائد الجريعة والصريحة والتي تنتقد الدول العامة من جملتها الدول الغربية طبعا انصرف الطلبة عن النادي فصار فيه مشكلة بيني وبينه ذهبا إلى الشيخ محمد وقال له يوم من الأيام أن ابن إدريس يعمل مظاهرة وفعلا عملنا إضراب خلف الكليات لأنه منعنا من دخول الكليات لمن يأتي بعد التاشعة وبعد دخول الدرج بنصف ساعة فمنعنا من الدخول مع البوابات الرئيسية قالوا دخوله مع الباب الآخر هو بوابات دورات المياه وما إليها فقلنا أننا طالبة علم كبار لا يصح أن ندخل مع هذه البوابة طبعا اعتبر هذا العمل إضراب ومظاهرة راح واشتكاني على الشيخ محمد قال ابن إدريس يتزعم إضراب ومظاهرة للطلبة من هنا فصلنا أنا ومجموعة معي رحنا للبيت الشيخ وتكلم قال أنت يا فلان وفلان وفلان خمسة مفصولين طبعا فصلنا 28 يوم بعدين استدعانا الشيخ محمد رحمه الله واعتذر إلينا وقال يا أبناء أنا أخطأت عليكم لهذا أرجوكم أن تعودوا إلى دراستكم واعتبروني والدا لكم وسامحوني فعودنا إلى دراستنا وكملناها والحمد لله وتخرجنا منها لأديبنا الشيخ عبدالله بن دريس قصص مع الشعر والنثر فمواقفه من مدرسته الشعرية ومناظراته مع الرأي الآخر تتجدد باستمرار وغزارة العطاء الأدبي عنده قوية سواء كانت في الشعر أم في النثر طبعا أنا كتبت الشعر مبكرا وعمري تقريبا 17 سنة وطبعا البدايات كما يعرف كل إنسان تكون ضعيفة وضعيفة جدا البدايات التي بدأت بها كانت غزلية وطبعا عرضت منها واحدة أو اثنتين على الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم رحمهم الله وكان هو يكتب الشعر في ذلك الوقت وأنا صغير فعرضتها عليه لأخذ رأيه فقال هذا شيء جيد لكن فيه في هذه القصيدة فيها شيء من الكسور عرضت عليه فيما بعد قصيدة ثانية ولاحظ عليها تحسنا عن القصيدة الأولى ولكن فيها أيضا بعض القصور فطبعا استفدت من هذه التجربة كذلك أرسلت كنت أرسل قصائد للأستاذ عبدالله عريف يرحمه الله رئيس تحريج جريدة البلاد وينشر بعض الأبيات ويترك بعضها فأرسلت له خطابا قلت أنك لا تشجع المبتدئين والشباب الصغار على كتابة الشعر فأعاد إلي القصيدة وقال هذه الأبيات التي اخترناها وهذه الأبيات التي أرى أن نحذفها فإن شئت أن ننشرها كاملة نشرناها وإن شئت أن نحذف الأبيات الضعيفة ونترك الأبيات القوية فلا كذلك فقلت عرفت منه الصدق والإخلاص والنصح الصحيح فقلت إذن انشر ما تشاء كذلك النثر بدأته بالرد وتصحيح ما أخطأ فيه أحد الكتاب الكبار والرواد عندنا وهو الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار رحمه الله فقد كتب عدة مقالات أو عدة حلقات بعنوان ما يلحن فيه العلماء والكتاب فوجدت أنه لحم هو أيضا وأنه أخطأ في بعض ما أراد أن نصححه فكتبت ردا عليه وتصحيحا للأخطأ التي وقع فيها ونشر المقال في جردة البلاد فكان تلقاه بصدر رحب وطبعا أنا أرسلت المقال بعد ما عرضته على أستاذي حمد الجاسر الذي كان نائب المدير العام للكليات المعاهد العلمية ونصحني بإرساله إلى الجريدة فأرسلته ونشر فكان له رد فعل جيد جدا مشجع لأن الناس اعتادوا على أن الأستاذ العطار يرحمه الله كان شديدا وقاسيا في رده على الآخرين لكنه غير طريقته بالنسبة لي لأنني كنت في السنة الثالثة متوسط يعني صغير السن كانت هذه هي البداية في كتابة النثر وما استمريت على هذا المنوال أكتب وأصحح وأطرح موضعات إلى يومنا هذا كيف لمن هو مثلي أن يتحدث عن قامة أدبية بحجم الأديب الشاعر عبد الله بن إدريس ويزيدني حرجا أيضا أنني أتحدث في هذا الجانب عن أبي لكن من خلال معايشتي للوالد يعني أحسست أنه تميز في تجربته الأدبية بسعة الأفق وقدرته على المجايلة ومتابعة التعاطي والتعاطي مع كل التجارب الأدبية التجديدية والتقليدية وقد بدأ ذلك واضحا في كتابه شعراء نجد المعاصرون أو حتى من خلال كتابته والتبشير بعديد من التجارب الأدبية الشعرية الحديثة كما تميز الأديب عبد الله بن إدريس بالإخلاص في عمله فقد كان مخلصا عندما دافع بضراوة عن اللغة العربية في مواجهة ما يمكن أن نسميه مد الشعر العامي أو اللغة المحكية وقد كان له في ذلك صولات وجولات كما تميز أيضا بالجرأة وهذه من سمات الإخلاص أنه كان جريئا في مقالاته التي كان ينشرها إبان عملها في جريدة اليمامة عندما كانت جريدة أو في صحف أخرى أو حتى عندما قام بتأسيس جريدة الدعوة التي أسسها على الجرأة واستمرت كذلك عبد الله بن إدريس ناقد الحقيقة وناقد متميز وتحديدا في مجال الشعر ولذلك نذكر دائما نحن كتابه الشهير شعر نجد المعاصرون ولا يزال هذا الكتاب الحقيقة من الكتب الأساسية لأي باحث يتناول الشعر الحديث في نجد وهذا الكتاب طبع سنة 1380-1960 يعتبر في مرحلة مبكرة ولذلك نجد أن كثيرا من الرؤى التي كان يطرحها عبد الله بن إدريس كانت رؤى في ذلك الزمن تعتبر رؤى متقدمة ورؤى طليعية إلى حد كبير ولذلك ركز في هذا الكتاب على الاتجاهين الرومانسي والواقعي ومن أطرف المسألة التي كان يشير إليها في ذلك الزمن وربما الآن أتساءلنا مع الشيخ عبد الله بن إدريس هل لا يزال لديه هذه الرؤية أم أن المسألة اختلفت حينما يتحدث عن الشعر التقليدي قال بالحرف الواحد فقد دنت شمسه نحو الغروب لأنه انحسر عنه مد الحياة لما تخلف عن قافلة النظريات الحديثة فطبعاً لي في النثر مؤلفات ولي في الشعر دواوين لي في المؤلفات في النثر شعراء نجد المعاصرون وهو أول كتاب صدر في نجد في كل عصور لم يصدر في نجد كتاب قبله وهو الكتاب الرائد ولذلك أخذت عليه وسام الريادة من مؤتمر الأدبة السعوديين الأول الذي عقدته جامعة الملك عبد العزيز في مكة عام أربعة وتسعين وثلاثمائة وألف ومنحت عليه الميدالية الذهبية إضافة إلى البراءة المكتوبة ثم أصدرت ديوان في زورقي هذا ديوان في ثلاثمائة صفحة وزيادة يحتوي على قرابة 60 قصيدة وأصدرت بعده كتاب في النثر كلام في أحلى الكلام دراسات شعرية دراسات لقصائد شعرية من الشعراء السعوديين والشعراء العرب أصدرت أيضاً الديوان الثاني بحار بلا ماء طبعته طبعة واحدة من خمسة آلاف نسخة فقط بعده كتاب عن الملك عبد العزيز في نظرة الشعراء العرب أيضاً في كتاب مشاركة بيني وبين الدكتور غازي القصيبي والدكتور محمد الشويعر عن ملامح عن ثقافة منطقة الرياض بمناسبة مرور قرن على فتح الرياض وكما كان فعالاً في طلبه للعلم والأدب من شعر ونثر كان فعالاً في حياته العملية سواء قبل تخرجه من الجامعة أو بعدها في عام 1396 طلب مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدها التركي طلب من وزارة المعارف أن أنتقل إلى الجامعة فأخذ وزير المعارف رأيي في هذا الموضوع وقلت موافق على هذا فانتقلت إلى جامعة الإمام وأصبحت أميناً عاماً للجامعة لمدة تقل عن سنة حتى صدر قرار متعيين الأمين العام الأساسي أو الثابت ثم صرت مديراً للبعثات وأخيراً مديراً عاماً للثقافة والنشر العلمي وعضواً في المجلس العلمي في الجامعة في مجلس الجامعة العلمي إلى أن تقاعد عام 1309 هجري وفي أثناء ذلك كنت طبعاً رئيساً للنادي الأدبي قبل أن أتقاعد من الجامعة الرواد لا يكتفون بشق طريقهم الصعبة بل يسرون على تمهيد الطريق للأجيال القادمة أما وقد كانت دراسة الشيخ عبدالله بن دريس على يد كبار العلماء أمثال الشيخ محمد بن براهيم وأساتذة كلية الشريعة فقد كانت له رؤية في رئاسة تحرير جريدة الدعوة صحيفة الدعوة طلب إصدارها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من الملك فيصل رحمه الله عام 1384 وكنت حين ذاك أشتغل في وزارة المعارف مديراً للتعليم الفني فطلب الشيخ محمد من وزير المعارف الشيخ حسن بن عبدالله إعارة خدماتي لصحيفة الدعوة ليكون رئيساً لتحريرها طبعاً بدأت معهم مجسل إدارة في عام 84 وكونا الفكرة المتكاملة لهذه الصحيفة وهي صحيفة مقررة أن تكون يومية تصدر أسبوعياً مؤقتاً فطبعاً واجهت شيئاً من العقبات في البداية قالوا لي سنأتي لك بمستشار واحد من إحدى الدول الشقيقة يشتغل معك كمستشار قلت لا أنا أو هو لأنه إذا نجحت الصحيفة سينسب النجاح إلى المستشار وله أخفقت لا قدر الله سينسب الإخفاق إلى عبدالله بن إدريس ورفاقه من المحررين فإذا أنا لا أريد مستشاراً أنا أريد أن أقوم بعملي لوحدي يتعاون مع زملائي في رئاسة التحرير أو في إدارة التحرير وهكذا كان وطبعاً قالوا لي أيضاً في إحدى الجلسات نريدها أن تكون إسلامية مئة في المئة كأنهم يريدون أن تكون دينية فقلت ستكون إسلامية فعلاً مئة في المئة ولكن ليس كما تتصورون في أذهانكم وفعلاً صدرت كصحيفة منفتحة على الأفق الإسلامي الاجتماعي السياسي الثقافي يعني صحيفة في أكثر انفتاحاً من الصحف اليومية الأخرى يعني فأول ما انشتهم طلع فيها منظمة أوبك تعقد مؤتمرها هذا اليوم فاستغربوا أن الناس كانوا يتصورون أن هذه الصحيفة ستكون صحيفة دينية وصحيفة جامدة ليس فيها إلا مقالات إسلامية لكنها طلعت فيها صفحات للاقتصاد صفحات أدبية ثقافية صفحات بسم حديقة الدعوة صفحة للإفتاء صفحات سياسية صفحات أخبار محلية وصفحات رياضية وهكذا صارت صحيفة مفتوحة وستمرت والحمد لله على هذا المنوال وطبعا كانت الملاحظات إذا وقع أي خطأ أو أي خطأ صغير يؤخذ علي هذا الخطأ لأن الصحيفة الصحيفة إسلامية حتى ولو أنها شمولية ومفتحة حتى وأذكر من جملة ما تعرضت له من إحراجات أن شخصا شاعرا سودانيا أرسل لنا قصيدة من جملة الشعارة الذين يرسلون لنا قصائدهم نشرناها لهم فوصف الإسرائيليين بأولاد الزنا كذا في القصيدة فالملك فيصل رحمه الله لاحظ هذه العبارة فأغضبته وقال لو كانت الصحيفة غير الدعوة ورئيس تحريرها غير عبدالله بن إدريس ما شرهنا عليه بذلك ولا عتبنا لكن ما دام منها الدعوة ورئيس تحريرها فلان يعني تقديرا لي جزاه الله خير ورحمه فاتصل بالشيخ محمد النويس الرئيس الديوان الملكي وقال أحب أن تمر علي غدا إن شاء الله طبعا أنا منمت تلك الليلة نصف نومة لا أدري ماذا يواجهني هل سأكون محظوظا بمنحة معينة مثلا من الملك فيصل رحمه الله أو أمنح مثلا أن أكون في أحد السجون لا قدر الله فحضرت إلى الديوان الملكي فأخبرني الشيخ محمد النويسر أن الملك فيصل لاحظ هذه العبارة وقال أن الدعوة لا ينبغي أن تكتب هذه العبارة حتى لو كانوا اليهود يقولون في العرب والمسلمين الكلمات الفضة والقبيحة لكن لا نكون مثلهم نحن أصحاب دين سماوي نظيف ونربأ بأنفسنا أن ننزل إلى مستوى شتائم الحاهمات وأمثالهم طبعا لم أستطع مقابلة الملك فيصل لأنه دخل عليه ضيفه وخرجه إياه قبل أن أصل إلى الديوان فأبلغني الشيخ محمد النويسر هذه الرسالة الموجزة المختصرة يعني رجاء ألا تنشره مثل هذه العبارة فطبعا هذا ما حصل مثلا طبعا الصحيفة أصبحت صحيفة مقروعة وتترجم إلى عدة لغات منها اللغة التركية والاندونيسية وتقرأ في عدد من الدول الأفريقية رغم أن المطبوع منها محدود يعني في حدود عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف بالكثير في ذلك الوقت يعني قبل أربعين سنة يعني لكنها استمرت كجريدة حجمها حجم الجرائد وموضوعاتها كذلك الواقع حينما نتحدث عن الشيخ عبد الله بن إدريس فنحن نتحدث عن مجموعة من الشخصيات التي شاء الله أن تكون في شخصية واحدة تتمثل في شخصية الشيخ أو الأستاذ أو الناقد أو الصحفي عبد الله بن إدريس هذه الجوانب هناك أو بالأحرى هناك ثلاث جوانب أساسية الجانب الصحفي المتمثل في رئاسته لتحرير جريدة الدعوة لزمن طويل وكان من أبرز وجوده في هذه الجريدة تلك الافتتاحيات التي لازلنا أنا وآخرين الواقع نطالب الشيخ عبد الله بن إدريس بأن يقوم بطباعة هذه الافتتاحيات لأنها تمثل مرحلة مهمة من الرؤى الاستشرافية التي كان في ذلك الزمن يطرحها الشيخ عبد الله بن إدريس والدكتور عبد العزيز بن سلمة الواقع قدم قراءة لعبد الله بن إدريس الصحفي في مناسبة سابقة ضمن إطار احتفال نادي الرياض الأدبي بتكريم الشيخ عبد الله بن إدريس الذي رأس النادي لفترة طويلة الواقع وقام بجهود كبيرة للنادي من خلال طباعة العديد من الكتب ومن خلال النشاطات والمحاضرات والندوات الكثيرة كان يقوم بها النادي وأراد أن يترجل عن النادي باختياره ولذلك استحق التكريم وكثيرون من روادنا حقيقة يستحقون التكريم مشاركة الشيخ عبد الله بن إدريس في أجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون كانت تشكل خطوات إيجابية لأديب في تلك المرحلة حيث كانت تلك الأجهزة في مرحلة التأسيس وتختلف نحوها وجهات النظر وقد كانت كلمته مسموعة ومقرؤة ومرئية وأسس للأجهال التالية كلمة صدق تنبع من أرضه ومجتمعه وتبشر بمستقبل أكثر إشراقا حملت في تزويد الإذاعة والتلفاز بالنتاجي في ذلك الوقت من حيث الأحاديث التي قدمتها في إذاعة جدة في الأول ثم لما افتتحت إذاعة الرياض طلب مني الأستاذ عباس فايق غزاوي رحمه الله أن أتعاون معهم في هذه الإذاعة الجديدة وفعلا تعاونت معهم ببرنامج حديث الشفق كتبت فيه أكثر من 150 حلقة وبرنامج آخر عن الثقافة العربية بعامة وتحدث أخذت فيه مدة أيضا أكثر من شهر ونصف أنا أقدم هذا البرنامج اللومي وكان طبعا الذين يشرفون على الإذاعة وأتعاون معهم وهم يطربون مني بإلحاح إذا تأخرت عن الكتابة كتابة برنامج ومساهمة مثل الأستاذ محمد الشعلان رحمه الله ومثل الأستاذ زهير الأيوبي والأستاذ كامل ومجموعة من المذيعين الذين يقدمون البرامج يلحون إذا تأخرنا عليهم بالمساهمة معهم كذلك تعاونت مع الفضائيات العربية جميعها تقريبا ما عدا يمكن فضائية دولتين أما البقية بقية فضائيات العربية كلها فقد أسهمت فيها بالجهد المتواضع من حيث إلقى قصائد أو مقابلات عملت فيها وبخاصة دول الخليج العربي فضائيات الدول الخليج العربي كلما أرادوا أن يعقدوا أن يعقد رؤساء وهذه الدول دورتهم الخليجية على مستوى الملوك والأمراء حضرت إلي أو حضرت إلي التلفاز هذه الدولة المضيفة وسجلوا معي مقابلة عن رأيي في مجلس الخليجي وعن الآمال المعلقة على هذا المجلس وعن ما يتطلبه أبناء الخليجة وينتظرونه منهم من انعقاد هذه القمة أو تلك وطبعا كنت أقدم أيضا في أثناء هذا حسب طلبهم بعض القصائد لأنهم يرون أن الشعر له جمهوره الكبير ومحبوه فأسهمت في هذه الفضائيات وكان عتبي على كثير منهم أنهم يعدون بأن يرسلوا إلي أشرط هذه المقابلات ويتعهدون بذلك لكنهم سامحهم الله لم يفي إلا قليل منهم بهذا الأمر المشاركة في المهرجانات الثقافية في المملكة وخارجها من أبرز الأعمال التي قام بها الشيخ عبدالله بن دريس وكانت مشاركاته فعالة ضمن الوفود السعودية المتعددة ولسنوات طويلة أسهمت في المهرجانات الثقافية التي عقدت هنا كمهرجان الجنادرية ومهرجانات وخرى كثيرة ومن جملتها أيضا مهرجان الشعر الذي عقد بين عدد من شعار دول الخليج وكنت الشاعر الوحيد عن المملكة من كل دولة خليجية شاعر اجتمعنا في أبها وطبعا ألقى كل مننا عدد من قصائده ومنحنا سمو الأمير خالد الفيصل هذه الميدالية هذا الخنجر كما نسميه كجائزة على التفوق الذي تحقق لي والحمد لله وطبعا حصل أن هناك وقع خطأ في توصيل الخطاب الذي يدعوني للمشاركة بإلقاء قصيدة في أحد المهرجانات للجنادرية الذي أخذ الخطاب من شدة حرصه على حفظه وإيصاله إليه وضعه في مكتبه ثم نسيه في الليلة التي فيها افتتاح المهرجان قال لي بعضهم أنك الليلة ما شاء الله مساهم بقصيدة قلت ما ما ساهمت ولا عندي دعوة ولا جاهم دعوة قال لي لا مذكور في البرنامج طبعا باقي شاعة من هذا الوقت فأحرجت أي ما إحراج فقلت لأحدهم ابحث لي عن نسخة من ديواني في زورقي وكان من توفيق الله أنها كانت موجودة في سيارته فأتى بها إلي وفي أثناء الجلوس على المنصة بجانب سمو الأمير فيصل بن فهد رحمه الله ووكيل وزارة وكيل الحراص الوطني عاتبتهم عتابا شديدا فقلت إنني لم أعلم عن هذه المناسبة عن هذه الدعوة التي قلت منكم وجهتمها إلي فاجأتموني بخطاب لم يصني ولا فطبعا الأمير فيصل تفت على وكيل الحراص وعتب عليه عتبا شديدا وطبعا قلت سأقرأ لكم أي قصيدة توافقني من هذا الديوان معي فقرأت القصيدة الأولى وهي بعنوان أمتي فلاقت صدا كبيرا الحمد لله حتى قال الشيخ القرضاوي من جملة الذي معلقوا عليها قال لو أنك تبلغت الدعوة إلى المشاركة بقصيدة لما كتبت قصيدة بهذا المستوى فهذه القصيدة التي قرأتها وألقيتها علينا الآن أجمل قصيدة سمعناها في هذا العام أو في أعوام قليلة مضت فالحمد لله أنك لم تتسلم الدعوة التي وجهها لك الحرس الوطني هناك أيضا مهرجانات عديدة من جملتها أيضا مهرجان الشعر الثاني عشر ومؤتمر الأدباء العرب العاشر كلاهما افتتح في الجزائر في يوم واحد في عام أربعة وتسعين وثلاثمائة وألف وطبعا عدرت الأمسية الأولى في العاصمة الجزائر أنا وأحد الأدباء التونسيين نسيت اسمه الآن وطبعا حصل أيضا أننا توجهنا إلى عدة مدن ومن جملتها عنابة ونمنا فيها في فندق جميل فلما أصبحنا انتقلنا إلى قسنطينة كان بجانبي في الحافلة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري فطبعا صار بيني وبينه حديث حديث عدبي وحديث اجتماعي سألته عن عدة أشياء وأجاب عليها لا أسمح لنفسي بالإجابة عنها لكنه مدح الجزائر في ذلك اليوم لأنه وقت الربيع وقال أنا عيني أنا شفت عدد من الدول الأوروبية ومشيت فيها لم أجد أجمل من صحراء الجزائر التي تنبت هذا العشب الجميل وهذه الزهور اليانعة طبعا حضرت في مهرجان حضور القمة العربية الثالثة في الدار البيضاء مع الملك فيصل وسمو الأمير السلطان بن عبد العزيز وطبعا ألقيت فيه هناك قصيدة أيضا في نفس المناسبة لما خرجوا من اجتماع أحد الاجتماعات سألني سمو الأمير السلطان قال ما الذي أعجبك يا أخ عبد الله في هذا القصر قلت أعجبتني القاعة التي كنتم مجتمعين فيها حبذ لو كان عندنا مثلها قال سترى إن شاء الله بعد سنة أو سنتين بالكثير قاعة أحسن منها وفعلا بعد سنة ونصف وجدت قاعة الملك فيصل في للمؤتمرات التي هي بجانب فندق الأنتر كنتيمتا للرياض وتحقق الحلم الذي قلته لسمو الأمير سلطان بن عبد العزيز وطبعا هم دائما يبحثون دائما حكومتنا بحمد الله تبحث عن المزيد من التطوير والتحديث في كل أجهزتها ومبانيها وأمكنتها لأنهم دائما يحبون التطور يحبون الحراك الثقافي والحراك الاجتماعي والسياسي بارك الله فيهم ووفق الجميع لما يبقى أننا أول ناد أشرك المرأة في نشاطات ثقافية كان أيضا النشاط الثقافي المشرحي هو الناد الأدبي برياض هو أول ناد أسهم في هذا أو ابتدأ في هذا بإنشاء مسرح وإنشاء مسرحيات أو تنفيذ مسرحيات عديدة من نشاطاته كذلك الفن التشكيلي أسهم لا بأس به بحيث استضاف عدد من الفنان التشكيليين وأحضروا نوحاتهم وعلقوها في جدران النادي وطبعا عرضت لأكبر عدد ممكن من الذين أرادوا مشاهدتها واقتنعوا بها كذلك النادي أنشأ مكتبة غنية بجميع المراجع والمصادر الأدبية والثقافية في العالم العربي الموجودة من قديم الزمان من القرون الأولى حتى يومنا هذا فهذه من جملة النشاطات كذلك اشتضاف النادي عددا من فطاحلة الأدباء والمثقفين الذين يزورون المملكة من الدول العربية ومن خارجها حتى أن عددا من الشعراء الأمريكيين والأوروبيين حضروا إلى النادي وألقوا فيه قصائد هي قصائد لم تنشر ظل يحتفظ بها في ملفه الخاص لنفسه وكأنها من أسرار يستمتع بها وحده ولكنه في هذا اللقاء يريد أن يذيع هذا السر للمشاهدين في عودتنا من مهرجان المربد الثامن عام ألف وأربعمية وثمانية في الطائرة الغراقية إلى جدة كانت المضيفة أو مرت المضيفة علي في الكرسي وقالت رأيتك تلقي قصيدة في بغداد وظهرت في التلفزيون فأعجب بها أبوي وأمي كذا تقول فحب أنك تخط فيي أنا شعر تكتب فيي شعر كنت ما هو ما أقول أكتب فيك شعر أنا يعني رجل كبير ولا أنا بتغزل أنا بالنساء قالت لا ولو فكان موجود الأستاذ المعلّى اسمه الأول وكيل وزارة الثقافة والإعلام هو ووفد معه متجهين إلى اليمن كانوا في الطائرة فقال يا فلام اجبر خاطرها واكتب فيها أبيات خفيفة طبعا كتبت هذه الأبيات سألتها ما اسمها قالت اسمي ديار فذكرت البيت القديم أمر على الديار ديار سلمة وقبل وذى الجدار وذى الجدار فكان أعجبت بالبيت قالت هذا أول شعرك فيه قلت خلف الله عليك إذا كان أنك ما تفهمين الشعر هذا قديم هذا من الشعر القديم فكتبت الأبيات التالية خفيفة كذا قلت خذيني يا ديار بليل أو نهار لحضن دافئ وموط خضرار فبسمة الرضا في مقلتي كنار يا ميعة الصبا ونفحة العرار وبهجة اللقاء من غير منتظار ومغرب الشموس في دم البحار تلفت الغزال في عطفي كدار وجال الحلم والأشواق تستثار واجتحت أرضه كما غزت تتار بغداد لوحت إليك باختيار فأنت وردة من روضها المعطار هذه الأبيات التي قلتها طبعا فرحت بها جدا يعني رويدك يا زهرة الجل نار رويدك يا زهرة الجل نار ويا خفقة بالأمان الكبار رويدك صيادة للقلوب رويدك فالصيد لا يستثار رويدك هالجن هذا الجمال الشجي رويدك هالجن هذا الجمال السخي فعاث بنا واستطار كأنك جئت على موعد ونحن على موعد في انتظار أتيت عروسة يوم بهيج ترفين من فرح كالهزار سكبت على الجمع من نفحة أقامت كهولا وهزت صغار بال بيد اشتكت عينه تحدق من شغف في المدار وأبو سبأ صابه رعشة وصالح باس المعاف الفطار تبارك مبدع هذا الجمال بهذا الجمال وهذا الإطار أعيري جمالك هذا الزمان فحصنك في مثله يستعار غزارة العطاء وغزارة التقدير أعطى طوال عمره لدعاية النخضة الحديثة للمملكة العربية السعودية في المحافر الثقافية المحلية والعربية في المطموعات وعلى الهدير اسمنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة